بما أن حضرتكم بنكلم على وزارة الصناعة حيانا الصناعة مش بس مهمة لفكرة أن احنا نزود الدخل النقد الأجنبي أو حتى أن احنا نقل الفاتورة الاستراضية لكن هي مهمة كمان خلق فرص عمل وأن انت تبقى تملك مقدراتك ده شيء مهم جدا كمان في تحديات كتير قوي موجودة بالتأكيد إن كانت تخص الصناعة أو غير الصناعة سؤيل حضرتك هنا التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة عشان تقدر أنها أولا لو حتى كلمنا عن فكرة ملف الأسعار وضبط الأسواق دي كمان نقطة مهمة جدا فبالفعل فيه تحديات كتير موجودة إزاي الحكومة تواجه هذه التحديات لأن ده اللي بيحس به المواطن البسيط ده أول حاجة ومستانية وهو ده مطلب أساسي للشهر ويمكن كمان ده الرئيس في التوجيه الأساسي للحكومة الجديدة إنه ده يبقى أولوية أولى إنه هو يبقى فيه تخفيف العبق عن المواطن وضبط الأسعار بالنسبة للمواطنين لأنه في النهاية المواطن أول حد بيسأله الحكومة لو فيه ارتفاع في الأسعار فالحكومة هي المسؤولة عنه رغم إنه ممكن يبقى فيه تفاصيل كتيرة جدا في ارتفاع السعر إلا إنه هو في النهاية هو شايف إنه الحكومة هي المسؤولة وده بيستلزم من الحكومة الجديدة إنه هي الأجهزة الرقابية تفاعل بشكل قوي في خلال الفترة اللي جاية في أداء أعمالها بالضبط الأسواق ويمكن ده هيلقي بثقل كبير جدا على عاتق وزير التموين والتجارة الداخلية إنه هو ده هيبقى أحد الملفات المهمة والتحديات المهمة اللي لازم يتحرك عليها وخليني برضو في النقطة دي أقول إنه ليس وزير التموين والتجارة الداخلية فقط هو المسؤول عن تخفيف هذا أو ضبط هذا الأمر إنما في وزارات أخرى متدخلة في الأمر يعني مثلا على سبيل المثال مثلا وزارة الزراعة يمكن كمان وزير الزراعة صرح تصريح بعد أداء اليمين بسرية وقال إحنا ومتنا الفترة اللي جاية إن إحنا نزود التصنيع الزراعي وهنا برضو لازم نلفت انتباه الحكومة لنقطة مهمة جدا وممكن تكون كان غابت عن الحكومة السابقة إحنا مهم إن إحنا نتحرك في التصنيع الزراعي بس لازم نفكر خارج السندوق شوية دمانا يعني لو عندنا النهاردة بنزود عدد المصانع الخاصة بالصناعات الزراعية مهم إن إحنا نوكل لها مساحات هي تقوم بالعمل على زراعتها إحنا عندنا الزراعة الحديثة دلوقتي وتقدر أن هي تقوم على زراعتها وتاخد مثلا الإنتاج بتاعها تدخل وهي في التصنيع الزراعي وتاخد من الإنتاج الخاص بالإنتاج الزراعي اللي موجود في السوق تاخد منه 25% لتبقي للسوق على 75% البعض ما أخذش باله الفترة اللي فاتت إنه آه حصل عندنا طفرة في التصنيع الزراعي بس ده أثر على المواطن لأنه سحب جزء كبير جدا من الإنتاج الزراعي تدخلوا التصنيع فالمواطن وإحنا بطبيعتنا المصريين لازم أنا وأدرس الوضع لازم أشوف طبيعة الشعب طبيعة المصريين هو بيحب كل حاجة فرش يعني هتقولي للمصر يروح اشتري مثلا دواجل مجمدة ولا تشتري الدواجل من عند محلات الفراخ هيقولك لها اشتريها من عند محلات الفراخ رغم أن إحنا هنيجي للمنظومة الصحية فيقول لنا في مشاكل صحية بتحصل أنا مليش دعوة بالمشاكل الصحية هذه يعني التركيبة بتاعت المواطن المصري لازم تتعامل أنت كحكومة مع التركيبة دي التركيبة دي محتاجة أن هي المنتجات الغذائية تبقى فرش بالنسبة لها سيب لها الجزء ده وتياخد مثلا يبقى محدد لي تاخد 25% من الإنتاج الزراعي للتصنيع 75% تسيبه للسوق فيحدث هدوء في السوق شوية يبقى فيه عرض كبير والطلب موجود عليه فما بقاش فيه شح في العرض وزيادة في الطلب فترتفع الأسعار جي برضو جزئية مهمة جدا لازم الحكومة الجديدة تشغل عليها وكان عندنا تجارب قبل كده احنا عندنا أهى وأدفينة كان عندهم مزارع خاصة بيهم وكانوا بشتغلوا عليها فدي برضو مهم فأنا النهاردة بتوسع في التصنيع الزراعي ده أمر محمود لأنه وفر فرص عمل زي ما حضرتك زكارتي وفر قدرات أكثر للدولة المصرية على أن هي تبقى متواجدة في الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة وفتح أسواق جديدة بس في نفس الوقت عمل عندي مشكلة أنه هو خد جزء من المعروض في السوق فقلل المعروض فزاد الساعة ودي نقطة ممكن تكون ما لا فاتتش انتباه الحكومة السابقة ومهم جدا أنها تلفت انتباه الحكومة الحالية عشان كده دي كمان نقطة تانية برضو يمكن وزارة الزراع على الفترة اللي فاتت أتمنى أن الوزارة الحالية تنجح في الموضوع ده رئيس طلب أكتر من مرة بعملية إحلال سلالات أخرى قادرة على زيادة الإنتاج سواء كان من اللحوم أو الألبان أو غيرها نقدر دي تحللنا مشكلة كبيرة جدا من القفزة الكبيرة اللي المواطن بيتكلم عليها في أسعار اللحوم والدواجن وغيرها احنا محتاجين زي ما حضراتكو ذكرت أن احنا نفكر خارج السندوق شوية ونبص على الوضع الحالي ودي ضروري جدا الحكومة تنتبه لي أن الوضع اللي موجود حاليا المواطن محتاج بس ضبط أسعار هيحصل عنده حالة هدوء يحس أنه فيه استشعار من الحكومة بالأزمة اللي هو بيواجهها فيه حلول آه فيه حلول فيه عندنا تحديات ده بالتأكيد أن الحكومة هي كمان بتواجه تحديات كبيرة جدا فيه ارتفاع أسعار عالمية هي مشترف فيه فيه أزمات دولية مؤثرة بشكل كبير وممكن كمان درجتها ترتفع في خلال الفترة اللي جاي وده متوقع احنا النهاردة ارتفاع حجم التأمين على البضايع العابرة للبحر الأحمر ارتفع تسعمية في المية تسعمية في المية دي هتيجي على كل السلع اللي جاية عبر هذا الممر فإذا أنت مشترف في التحديات الخارجية إنما لازم تتعامل معها تتعامل معها في أن أنت بيعندك رؤية خارج الصندوق تشتغل عليها خلال الفترة اللي جاي تسعمية في المية